تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسي 2024 والتي حددتها الهيئة يوم السالس والعشرين من أكتوبر وتستمر الفترة لمدة يومين على أن يتم فحصها والبات فيها اعتبارا من السادس والعشرين من أكتوبر وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها سمت اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 وأحددت الهيئة يوم السامن من نوفمبر كآخر موعد لصحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح وأحددت يوم التاسع من نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم التاسع من نوفمبر